تجاوز إجمالي الأسر المستفيدة من القرض العقري المدعوم لخيار البناء الذاتي ضمن برنامج سكنية تابع لوزارة الإسكان منذ بداية عام 2020 حتى أغسطس الماضي 51 ألف أسرى وذلك في إطار سعي البرنامج لتسهيل تملك المواطنين وتمكين من يملكون أراضي من بناء أراضيهم فيما يأتي هذا الخيار بين مجموعة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها البرنامج لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 بحسب مستدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030